أمنية أم قبل أن تكون أمنية الولد وهي بأن ترى ابنها الوحيد يتماثل للشفاء ويستطيع المشي على قدميه بعد أن شخص أحد الأطباء مرض الطفل لاويار وهو ضمور العضلات الذي يجب أن يعالج الآن قبل فوات الأوان عندي هذا الطفل مريض بمرض ضمور العضلات هذا المرض نادر علاجه موجود خارج العراق عنده فترة محددة العلاج معين لازم أعالجه ضمور العضلات الذي لا يوجد علاج له في العراق رغم محاولات يائسة لإيجاد علاج لعله يساعد الطفل ويقوي عضلاته لكن علاج هذا الطفل موجود في أميركا وأوروبا لتناشد أم لاويار كل من يحمل في قلبه الرحمة أن يساعدها في علاج ابنها والله التكلفة يعني أنا ما أقدر عليها ما عندي إمكانية التكلفة لعلاج مارته وموجودة يعني دول الأوروبية موجودة بأمريكا موجودة للعلاج أنا ما أقدر علي فأناشد الحكومة وأناشد الجهات الخيرة يعني أي إنسان عنده قلبه إنسانية وأناشد دول الأوروبية وأناشد دول الخليج أي إنسان يعني عنده إنسانية ورحمة بقلبه بأن هذا الطفل عنده هاي الفترة المؤينة بأنه يقدر يأخذ به العلاج ويعني ما دام علاجه موجود فأنا يعني أتمنى بأن يشوفون حالتي ويستجابون مناشدتي الطب في العراق لم يسعف لاويار أن يعود لاعبا مع أقرانه فلذلك هو يحتاج إلى سفرة خارج العراق من أجل علاج دائم وهذا العلاج يكلف عائلته ثمنا غاليا لا تستطيع على إنفاقه فرسالة نوجهها من جانب لاويار إلى كل من في قلبه رحمة أن ينظر بعطف إلى هذا الطفل ليعود ماشيا على قدميه سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك شكرا